اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين في شلاتهم خاشعون والذين هم معنى اللعو مارزون والذين هم للذكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافزون إلا على أزواجهم أغمى مالكة أيمانهم فإنهم غير معلومين فما نبطغى وراء أعوالك فأولئك هم العادون والذين هم لأمنتهم وأعدهم رأون والذين هم على صلاتهم يحافزون أولئك هم الوارسون الذين يعرسون الفردوص هم فيها خالدون ولو قد قلقنا الإنسان من صلالة مطير ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم قلقنا نطفة علقة فقلقنا العلقة مرغة فقلقنا المرغة عذابا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم قلقناه نطفةنا العلقة فقلقناه نطفة نطفة بقرار فقلقناه مرغة عذابا فكسعونا العذام لعما ثم أنشعناه قلقا فكسعونا العذام لعما ثم أنشعناه قلقا أقر فتبار فتبارك الله أعصن القالقين ثم إلكم بعد ذلك لميتون ثم إلكم يوم القيامة ذبعصون ولقد قلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا للقلق غافلين وعزلنا من السماء من بقدار فأسكنناه في الأرض وإنا على ضعب به لقادرون فألشعنا لكم به جنات من نقيل وأعناب لكم فيها فذاكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تقرج من تور سيناء تنبطوا بتهون وصبغ للآكلين وإنا لكم في الأنعام لبارة نقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كسيرة ومنها تأكلون ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تهملون صدق الله العلي العزيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد